أعلن الطهران أن وفدا رسميا إيرانيا سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية الخميس المقبل لبحث مدى أمكانية عودة الحجاج الإيرانيين في الموسم المقبل وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام ماقاسمي في تصريح صحفية أنه بعد تسلم دعوة من الحكومة السعودية لحضور وفد إيراني بهدف مناقشة الإعداد للحج فإن وفدا من منظمة الحج والزيارة الإيرانية سيتوجه الخميس المقبل إلى السعودية وكان وزير الحج السعودي محمد بن صالح قد أعلن نهاية العام الماضي عن سلسلة لقاءات مرتقبة مع أكثر من ثمانين بلدا من بينها إيران لمناقشة ترتيبات المتعلقة بتنظيم الحج العام المقبل كما أعلن وزير الثقافة والإرشاد الإيراني رضا صالحي أميري إن طريق الحج سيصبح مماهدا للحجاج الإيرانيين ثانية وأنه بناء على المراسلات التي أجريت وطلب السعودية من إيران سيتم إرسال وفد يضم خمسة أعضاء إلى المملكة ترجمة نانسي قنقر